موسيقى أهلا بكم فيما لا تزال البلاد تلملم أثار حوادث منطقة الجبل في نهاية الأسبوع الماضي استمرت محاولات التوظيف السياسي وتجهيل الفاعل الذي أثبتت المعلومات الأمنية أن ويأم وهاب يتحمل المسؤولية عما جرى لسيما ما يتصل بسقوط محمد أبو ذياب في الجاهلية هذا هو باختصار العروان الرئيسي والذي تغى على رئيسيات الصحف في بيروت وبرزت إلى جانبه عنوين تتصل بالأزمة الحكومية وبتحرك إسرائيل نحو واشنطن بهدف تنسيق المواقف من الوجود الإيراني في سوريا وبالطبع من سلاح حزب الله في لبنان كلها عنوين سأناقشها مع ضيفي معالي وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال استاذ مروان حمادي الصباح الخير معالي الوزير أهلا وسهلا بي يعني مجموعة عنوين مزدحمة اليوم لعل أبرزها ما يجري في الجبل وبالجهلية بشكل أدب منذ يومين أو ثلاثة إنما سنبدأ بالمشهد العام من خلال كاريكاتور أرماح حمسي بجريد النهار رسم من دون تعليق مصل الحكومة موصول بأنبوب مقعد سنة 8 أدار نحو جسم خريطة لبنان يلي مثل ما عم نشوف عم تحتضر يعني جراحات البيئة الاقتصاد حدث الجهلية الأمن وما بعرف كمان شو ممكن يتقطب بالساعات والأيام المقبلة اللي عم يصير اليوم بالبلد هل هو إذا هيك ده نستنتج من الكاريكاتور بسبب التأزم السياسي يعني من الكاريكاتور كلها رولا بتوقف عند خريطة لبنان حتيتي عن حالة نزاع وبيدر أقول أنه ما حدث في الجهلية مع محبتي لهذه البلدة الوضيعة الحبيبة على قلبنا ونحن بين بعقلين والجهلية كأنه حيين في بلدي وحدي الأمور تتجاوز الجهلية بكثير وتتجاوز السيد وأموهاب بكثير وبدأت قبل أن ينبري ويقام لهذا الهجوم السفيه ضد الرئيس سعد الحريري وخصوصا خصوصا ضد الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبيدر أقول لك من هلأ أنه الأغلبية العظمى من الموحدين الدروز ما بينسوا ما بينسوا أفضل رفيق الحريري على لبنان ككل وعليهم أنا من الأشخاص أنا وطبعا وليد بيك أكتر مني وبعض زملائنا اللي حصلوا على مئات ومئات بقدر أقول آلاف المنح لطلابنا في الجبل واللي كفوا دروسهم بأماركا بفرنسا ببريطانيا بألمانيا بفضل رجل تعرفنا عليه بين الاشتياح الإسرائيلي وجاء قال أنا ما بدي شو عندكن شو بدكن لطلابكن المسيحيين في المنطقة الدروس في المنطقة السنة في إقليم الخروب وبالتالي اللي بدي أقوله هلأ أنه ما ممكن حدا نكفي وأنا هون بقدر كلمة آلا الشيخ العقل الافتراضي الثاني الغير معترف به الشيخ الغريب من الجهلية بالأمس يشادي عظيمة بقدر له إياها للرئيس الشهيد حتى كأنه عم بيجي بيقول أنا عم بعزي بس عم بحط حالي خارج هذه الحملة ليش هالحملة ليش فجأة هالحملة هي علاء خواجة كله نوضي يعني بسمع عنه أنه حركتهم في الميدان الاقتصادي الحملة تستهدف سعد والحكومة واستطراضا وليد جنبلاط وسمير جعجع من أجل من أجل ترويض الوضع الحكومي بعد فرض قانون انتخاب غير بالموازين في المجلس وتسوي تتذكر أنه أنا انتقدت من الأساس اللي هي الاتيان برئيس حزبي لأنه شو ما قالنا مع احترامي للرئيس عن برح كنت عنده بقصر ولكن رئيس حزبي على رأس دولي لا تحتمل نظامة معقد لدرجة أنه بدى حكماء على رأس الدولي لا تقدري الديرية اليوم فلت كل شي الجهلية فصل من هذا الفلتان يعني بتشوف فيه شو صاير بالبعاء بتشوف المخاطر المحدقة بالجنوب يعني هي حلقة مترابطة مترابطة كان لازم الحكومة تتشكل على أساس الوحدة الوطنية ونحن لم نخرج عن هذا الخيار اللقاء الديمقراطي ووليد جنبلاط الحزب التقدم الاشتراكي من الأول مع حكومة الوحدة الوطنية طلبنا بثلاث مقاعد رجعنا قبلنا باثنين بس بدي أقول شغلي بهذا انه هايدي الحملة تستهدف وضع اليد نهائيا على القرار اللبناني في كل مستوياته الرئاسية الحكومية والنيابية هل كانت لتكون لو لم تكن هناك بالمقابل أخطاء أو بسات عن غير قصد يعني مش عم بحكي بس عن الجهلية عن كل ما يجري يعني تراكم ما بدي أقول أخطاء تراكم فولات يمكن بحل معيها في ناس كتير يمكن ما بتفهم هدوء الرئيس الحريري وانت بتعرف انه الشارعه طلع منه ردة فعل بدون علم نعم شيخ سعد شيخ سعد ويعني لو نحن مش ضابطين الجبل كان كمان طلع ردود فعل ضد هذا يعني هذا التحريض ضد رفيق الحريري وسعد الحريري ف وما بتفهم الناس مرات كتير بتقول وليد جملات ماشي مع الحياة عم بيحاذر الأمور وليد جملات عتا تعليمي من ثلاث ايام تبقى هيل انه المختارة ما بيعني المختارة بيته نعم بيعني الجبل حتى ما حدا يغلط الجبل خط أحمر لانه اي نسف للأمن في الجبل معناته سقوط المصالحة وانفجار لبنان من جديد هيدا واحد لبنان خلى الحوار المنتظم مع حزب الله تقريط تويت تابعون بارح رغم الخلافات اللي معروفة شو هي نعم ثالثا بدي قللك شغلة نهائية رغم كلها الصخب الجيش وقوى الأمن الداخلي والحزب التقدم الاشتراكي الظاهر منه والمخفي ما حدا يفتكر انه نحن حزب بلا ضفير ولا سنان ما حدا ما حدا يفتكر هالشي ولكن ضابين كل شي منذ الطائف سلمنا سلاح ميليشيات فاتت على الجيش وقوى الأمن واخترنا طريق الشرعية والدولة ولكن اذا في اي خلل عند الشرعية في الحفاظ على أمن الجبل نحن موجودين هاي دي بدي نقشك فيها بس بدي ارجع للي صار بالجاهلية نبارح حتى وسائل الاعلام عديدة قالت انه من بعد هال تحديدا سمتها رصاصة الجاهلية مختلف عما قبله يعني شفنا مشهد تقاطر الشخصيات الحزب الوزير طلال ارسلين اوفد ممثلين عنه الرئيس اوفد ممثلين عنه فيه نواب من طيار الوطني الحر راحوا بصفتهم الشخصية يعني وكأن بمحل معين الجبل لم يعد حكرا على الحزب التقدمي الاشتراكي او ما عاد الحزب التقدمي الاشتراكي هو الاكثر تمثيلا والدليل انه ما بعف اذا سمعت الوزير وقاموها برحلة الميادين شو قال بهذا الخصوص قال انه حتى الوزير الدرز التالت ما برح يقبلوا فيه بدون يكون اما الوزير ارسلان من بعد التوازن الجديد في القوة او ما في حكومة هون بقدر اقولك من هلأ خلال الايام القليلة المقبلة يما بيبين متل ما سمعت انا من اوساط القصر الجمهوري نبارح وكنت عند الشيخ سعد برحضور بامور تربوية بالمحلان كنت بامور تربوية انه رب دارة النافعة وانا ااسف المضارة تكون طلعت بمحمد ابو دياب اللي هو صديقنا وعائلته من مثل عائلتنا وانا كنت اول المعزين طبعا ما نزلت على الجهلية بالهام روجي ولكن حكيت خيو لاستاذ ندال كنت اول المعزين بس اللي بدي اقوله انه بيبين خلال الايام القليلة المقبلة رولا اما العملية بتنشط البحث عن حكومة جدية توازن وطنية مش بس وحدة وطنية توازن وطنية نيح تقدر تشيلنا ما رح تشيل الزير من البير بس تشيلنا من الخطر المحدق واما نبين انه العملية هي ازاحة سعد الحريري بشكل نهائي نيح محاصرة وليد جملاط ابقاء سمير جعجع في معراب ليس اكثر ووضع اليد على البلد اسوة بدمشق او بغداد الحلم القديم للحرس الثوري الايراني على ماذا يتوقف هالامر يعني كيف بدنا نعرف كيف نضبط الانتنات لنرصد باي اتجاه رح تروح الامر نحن عنا تركين الابواب مفتوحة وعنا بقول الشيخ سعد والاستاذ وليد وانا بأكد لو قام وهاب انه ما كانوا قاعدين ببيت الوسط نهار السبت ناطرين جستو متل ما عم بيداعي اليوم مزبوط نحن ما بدنا جست حدا واسفنا على قضية محمد ابو دياب اللي لحد هلأ مش معروف تيف اتل التحقيق تقريبا عم بيعطي توجه طيب ابدا ما عم منطر جست حدا ابدا لا سياسيا ولا طبعا جسديا لا سمح الله كنا عم نتابع كيف الامور ما تتطور لانه نحن كنا بعض تحت الانطباع رولا الانطباع تبع العراضة العسكرية اللي صارت الخميس بالليل واللي ما الى اي مبرر انه يجو يجو له وبشوف بعراضة سيارات مسلحة مستفزين كل قرى شوف قرى شوف هادئة قرى شوف باكثرية الساحقة اذا ما قلت جملطية بقول ناس هادئين مشايخ بحبوا وحدة الجبل ووحدة الوطنية انت شفت الكلام شفت شي كلام مستفز طالع من مشايخ او هيدا الشي منه من شي يمنى لا الهجوم اللي صار على رفيق وسعد مع حفظ الالقاب ولا محاولة محاصرة وليد جملاط وهذا لن يتم الجبل ما حدا يلعب فيه نحن بعدنا قادرين نفرض المعادلة في الجبل ايا كانت حماة هؤلاء وقت بيقول حزب الله انه او يعني انه هو من حمى الجبل من وقوع الفتنة يعني اليوم بجريدة الاخبار الحزب بيقول الامور كانت على حافة الحرب ويلي ملع تفاقم تفاقمها هو حزب الله والاقتناع بانه كان الهدف قتل او افتعال اشتباك بمحيط منزل وهاب يؤدي الى مقتله باشتباك عرضي ثم تجي لفت اذا جاوبت علي بس حرب مين مع مين بس الحزب يقول هو حامل جبل شو بيعني لا منو حامل جبل قلتلك الحامل جبل الشرعية الجيش هو الامن وبزيد عليهم الحزب التقدم الاشتراكي وانا بعرف التدابير اللي اتخذها وليد بايك والاستاذ تيمور في موضوع استنفار بعض العيون الامنية لنا حتى ما احدا يفوت بالغلط باي مشكل بعد وضع واموها بالامر عند السيد ناصر الله وبعد الصورة اللي شخنيها مبارح بس وقت الصورة اللي شخنيها مبارح بقى رفع الايدي ما بتوحي بعزا قد ما هي بتوحي بانتصار انتصار معين نحن رفعنا ايدي مع سعد اي بس الزرف اليوم بالانتخابات ومع سمير جعجع ورفعنا ايدي قبل ب14 اذار ثم بعد الانتخابات ب2009 رفع الايدي لا يعني انتصار يعني انه شادين عائدك مش هيك بش في شي جديد يعني انه طلال والحزب القومي واموهاب مش كلهم ديرين بحلقة بالحلقة السورية مش انا عشوهم انا عشوهم يعني ما كان فيه شي جمعهم اليوم صار فيه شي جمعهم مجموعين مجموعين المجموعين من فوق على تحت يتخانقوا على بعض المقاعد المراكز المواقع اكتساب بعض الناس بس فوق بين علي مملوك قاسم سليماني مجموعين حبيبتي الاستاذ راشد كتب اليوم عن موضوع وضع الامر عند السيد بجريدة النهار فقال الوجه الاخر لهالعملة او لهالامر انه هز امن الجبل هو قرار السيد نفسه ورهن الحزب البيئة الدرزية عبر شراكة بهدوء الجبل بعد ما افهم رهن الحزب البيئة الدرزية بعد ما افهم الموارنة تحديدا والمسيحيين عموما انه الترشح رئاس جمهورية مر عبر موافقته يعني مثل انه وكأن افهم كل ساحة بدورة يعني انا ما برجع هون لانه وجدت عسيرة الموارنة انا ما براهن بعيدا على انه الموقف المارونة حيال وحدة الشرعية والجيش حيبقى طويلا منقص في رأي لبناني انه حل قضية السلاح ما حسب الله لا يتم لا بالعنف ولا بالقهر ولا شي مش بس انه ما في امكانات ما في نية لذلك بس هالسلاح عم بتمدد يعني انتو بهالوقت هو عم بتمدد انا عم ننبه انه تمدد هذا السلاح بهدد البلد باكثر من مكان تدهور الاقتصادي بالبلد ام تبلش اليوم عم نقرأ الاخبار عم بتقول انه يا رطيف منذ الاستقلال ما كان عجز الميزان المدفوعات المدفوعات قد ما هو اليوم رجعي للالالفين وعش الانقلاب على الشيخ سعد الحريري بالالفين وعش كان مضعطف نحو انحدار المعدلات النمو تراجع المدخرات اللبنانية العائدة الى لبنان لا تحويلات عربية انهيار السوق العقاري زيادة عجز ميزان المدفوعات والانكفاء العربي عن لبنان عن لبنان شوف الارقام اليوم هذه الارقام مش قصة سياسة اقتصادية بحدا يبيعنا اياها هذه الارقام مش يتمع خط سياسي معين مهيمن عليه عقلية تمتد من طهران الى بغداد الى دمشق وتحاول ان تسطي على بيروت وهذه العقلية تحولنا الى دولة فاشلة ومفلسة من اجل وضع اليد عليها يعني طبعا حاطين حاطين يد على نصر القرار العسكري الحمد لله انه في عنا جيش عنا قيادة جيش حكيمة وانا بعدني براهن وقلت انه رئيس جمهورية هنه جابوه مظبوط بس ما يراهنه انه رئيس جمهورية ببيع القوة الشرعية العسكرية الامنية القضائية لدولة لبنان يا حزب للأحزاب لانه عهده بيصير بخطر في حال الرئيس رح يحكي اليوم وكيف تقرأ صمت الرئيس بري حيال كل ما جرى يعني كلمة وحدة ما سمعنا عنه بعد البريك بعد البريك خلينا ناخد فاصل قصير ونعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر